في إطار مساعد دولة المصرية لمحاربة وباء كورونا وإيجاد لقاح فعال للفيروس اعتمدت هيئة الدواء المصرية لقاح شركة سينوفارم الصينية والذي تبلغ فعالية أكثر من 79% وفق الشركة ووصلت أول شحنة من اللقاح مصر في ديسمبر الماضي وتشمل 50 ألف جرعة كما أوضحت وزيرة الصحة هل زايد أن تطعيم بهذا اللقاح سيبدأ عند وصول الدفعة الثانية والتي ستشمل 50 ألف جرعة إضافية كما أوضحت أن تلك الشحنة يتوقع وصولها بين الإسبوع الثاني والإسبوع الثالث من شهر يناير الجاري كما أعلنت الوزيرة أن مصر ستشتري 40 مليون جرعة من اللقاح الصينية و20 مليون جرعة من لقاح أسترزينكا إكسفورد و40 مليون جرعة عبر منظمة الصحة العالمية كما أضافت زايد أنها تتوقع وصول أول شحنة من لقاح أسترزينكا إكسفورد في الإسبوع الثالث أو الرابع من يناير الجاري وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أن الأولوية في التطعيم سوف تكون للفرق الطبية ثم للمواطنين الذين يعانون من أمراض مزمنة ويستخدم لقاح مجموعة سينوفارما فيروسا غير نشط يسير استجابة مناعية لدى مطلقي تمكنه من مقاومة الوباء وبدأ نحو 50 بلدا حملت تلقيح ضد فيروس كورونا المستجد وذلك بعد عام فقط على إبلاغ السلطات الصينية منظمة الصحة العالمية بظهور الوباء على أراضيها وكانت الصين التي ظهر الوباء لأول مرة على أراضيها كانت أول من أطلق حمل التلقيح ضد الفيروس مخصصة جرعات اللقاح للأشخاص الأكثر عرضة للفيروس من موظفين وطلاب وتواقم رعاية صحية أهلا بحضراتكم مشاهدين الكرام زي ما تبعنا مع حضراتكم في التقرير هيئة الدواء المصرية أعلنت الموافقة الطريقة على الاستخدام لقاح الصيني سينوفارما كمان الرئيس وجه بالحصول على أفضل اللقاحات وفي أسرع وقت ممكن وكمان يكون فيه تنوع كبير في اللقاحات التي تحصل عليها مصر لبداية عملية التطعيم التي ستتم في مصر للفئات المستحقة تبعا كمان هنتكلم مع حضراتكم عن الإجراءات المتبعة من كل أجهزة الدولة للوقاية وتقليل الأثار السلبية للموجة الثانية من فيروس كورونا مع طيفي اللي برحب فيه مع حضراتكم الدكتور واقل صفوط استشاري البطمة رئيس مجلس أمناء مؤسسة صحة مصر دكتور منورني أهلا وسهلا أهلا وسهلا بحيطكم مبسوط أن أنا معاكم في التلفزيون المصري العظيم وندي جرعة أمل كده ومعنومات بمناسبة الأمل حضرتك بالتابع إزاي الموجة الثانية هو طبعا الموجة الثانية في العالم كله عدد بتاعتها أكتر كتير يعني هي أكتر انتشارا وفيه أكتر من سلالة طبعا كلنا سمعين عن السلالة في جنوب أفريقيا وفي إنجلترا وموجودة في كل العالم هذه السلالتين وسلالات أخرى نسمحت النهاردة عفوا للمقاطع حد كان بيتكلم طبيب مصري موجود في الصين اتكلم هو رفض فكرة إن فيه سلالة تانية قال ده يا جماعة ده من السلالة تانية قال ده تحور والفيروس تحور من بداية الوباء حتى اليوم 1460 مرة هل هو تحور ولا هي سلالة مختلفة يعني برضو نتكلم في الإطار ده مع سيدك ما هي طبعا التحور التام إن هو يبقى نوع جديد خالص اللي هو يبقى SARS-CoV-2 بقى مثلا أو زي ما يتقال COVID-20 مش COVID-19 ده ما حصلش والحمد لله إنه ليسا ما حصلش بس بتبقى الكورونا هي عبارة عن فيروس تاجي تاجي بمعنى إنه هو لأشواك أو زوائد نقدر نقول على شكل التاج فأي تغيير فيها بيغير من صفات الفيروس ولكن لا يغير نوع الفيروس نفسه فعشان كده حتى يمكن اللقاحات كان فيه لغة وكلام هل هتنفع اللقاحات اللي موجودة اللي تم توصل إليه ولا لا بالزبط فهتنفع لأن ما تغير هو الجزمة بتاعت الفيروس بس إنما بقيت لبس الفيروس أو تخيلنا إن الفيروس ده شخص أو مجيش من ال بيرتدي ملابس معينة وغير جزء منه فالتأثير حيبقى زيه عشان كده بقى فيه أعراض مختلفة بنتكلم على أعراض طفح جلدي ما كانتش موجودة قبل كده ألام ومشاكل في القولون ما كانتش موجودة قبل كده الأعراض حتى اللي هي التنفسية القوية اللي كانت في المرة الأولى ما عادتش موجودة لا يا دكتور خلييني بقى كده يعني عشان بس الناس بتتبعنا وعايزين الحاجات دي بالنسبة لهم بتبقى مهمة جدا سؤالي لحضرتك في الموجة التانية الأعراض الجديدة بشكل واضح وبشكل مفصل اللي ما كانتش موجودة قبل كده وابتدت تظهر باعتبار سياتك استشاري بطنة وبتتابع الحالات والناس بتجيلك وبتشوف المستشفيات نوضح للساد المشاهدين لأن في بعض الناس الأمور ممكن يجي لهم وما يحسش ما ياخدش باله فيبتدي يخش في موجة من الأثار السلبية اللي الحالة يعني بتتدور وهمش ياخد باله فبشكل مبسط وواضح كده حاجة تشرح لنا إيه الأعراض اللي ما كانتش موجودة أو باقت تكون موجودة وهي شكل من أشكال الدلالة على وجود فيروس خلينا نقول بس الأول أن مثلا لو ميت واحد جالهم الفيروس فيه 30 منهم مش هيحسوا بأي حاجة خالص خالص على الإطلاق ف30% من المصابين مش هيحس بأي حاجة ومن 20% ل30% آخرين هتجالهم أعراض اضطرابات هضم دي مشهورة وجاية بصورة قوية وطبعا معها بقى التهاف الزور كحة ما عادتش الحرارة العالية اللي كانت موجودة قبل كده ألام الصدر الجامدة اللي كانت موجودة في الموجة الأولى المشاكل التنفسية الجامدة برضو اللي كانت موجودة جلطات الكثيرة اللي كانت موجودة برضو قبل كده قلت النسبة بتاعتها بس عشان العدد زاد زي ما نقول كده الفيروس أصبح أكثر انتشارا فبدا المكان بيصيب ألف بقى بيصيب مئة ألف ده معناه أن الحدة بتاعته قلت ولده مش شرط الشدة يعني أقصد الانتشار أكتر الأعداد اللي بيصيبها أكتر كثير ودلوقتي نسمع عن عيلة كاملة بجلها العالية بس نسبة المشاكل إلى العدد ولا يلا بس معنى كده أن العدد برضو بيزيد من المشاكل يعني أقصد أن لو خدنا نسبة مئة واحد زي ما قولنا كده المثال أن في ناس مش حاجرهم حاجة خالص وفي ناس حاجرهم أعراض خفيفة أو الكلام ده فلو ألف حيبقى طبعا العدد بتاع المشاكل كعدد أكتر إنما النسبة أقل لا أنا أتكلم على الأعراض يا دكتور أنا مش أتكلم على عدد يعني مع زيادة الانتشار حدة الفيروس قلت بمعنى أن الأثار بتاعته على كل شخص ابتدت تكون أقل حدة غير المرة الأولانية من أقول حياتك أنه العدد الكبير وحدته بيت أقل شوي يعني حدته على تأثيره على الناس بحكاية الجلطات ودخول العناية المركزة ودخول المستشفيات بصورة كبيرة ومشاكل التنفسية اللي كانت موجودة في المرة الأولانية أقل بس عدد الناس المصابين بيها أكتر بس إيه الأعراض الواضحة بشكل يعني حاليا حياتك بتقول على طول كورونا مجرد المريض ما بيجيلك فأنت بتقول له لا دي كورونا للأسف ما فيش أعراض واضحة خالص في ناس كتيرة جدا عندها مشاكل كتير يمكن العرض اللي هو الشهير شوية هو موضوع تغير حسة الشام والتزوق بس مش هو الوحيد يعني هو شهير جدا في أغلب حالات كورونا إنه موضوع حسة الشام والتزوق بس مش معنا كده إنه هو عنده كورونا كورونا لا يوجد تشخيص لها حتى بيديه دايمر والصورة الدم وكل حاجة إلا بالبي سي آر البي سي آر برضو في الأول ما بتكونش يعني حاسمة بشكل مطلق إذا طلع سلبي دي أشكر حياتك على النقطة دي لأنه لو حد عنده الأعراض كاملة والبي سي آر طالع نيجاتيف فلازم يعيده بعد يومين ثلاثة لأنه ممكن أول يومين ثلاثة يبقى فولس نيجاتيف يعني مش موجود بس وانس إنه هو بوزيتف يعني أول لما يطلع بوزيتف ده أكيد كورونا ما فيش احتمال تاني أعمل أشعة مقطعية ولما أعملش لأن فيه ناس كتير كانت في الموجة الأولى وحاليا وبيجيلي على طول رسائل وفي العيادة أعمل أشعة مقطعية وقت ما يكون عندي أعراض لكورونا في صدري يعني طبعا كان فيه برضو يعني توجه إن أي حد يجيلي كورونا يعمل أشعة مقطعية هذا في الموجة العالي كان يقولك ما تعملش بي سي آر وروح يعمل أشعة مقطعية لأدق بالضبط علشان خاطر وما زالت برضو دلوقتي علشان خاطر أقيم أنا في أنهي مرحلة مرحلة بس حتى تأثرها أو يعني نتائجها لن تفيد طالما الأعراض خفيفة يعني أنا إمتى أروح أعمل أشعة مقطعية وإمتى أخذ البروتوكول المشهور اللي بيتبعت على الواتساب والفيسبوك وكل واحد مصوره حتى تحت الإزازة في البيت عنده وقتا ما يبقى فيه اتفاع حرارة قوي ومزمن يعني مستمر يومين 3 و4 اللي هو من كام يعني يعني من 38 فما فوق يعني الأقل من كده بيبقى الجسم بيحارب وقادر أنه يتغلب على الفيروس أكثر من كده يبقى الفيروس تغلب شوية الألم الصدر وعدم القدرة على التنفس بشكل جيد أو بشكل طبيعي اللي هو حاسس أن حاجة تبقى على صدري حاسس بألم كده معناه أنه فيه طبعا تغلب للفيروس على الجسم فساعتها يبقى يأخذ بقى التحليل بشكل جدي وعملها وبالذات الدي دايمر لأن الدي دايمر ده بيقول لنا إذا كان فيه فرصة لحدوث جلطات في الجسم بصفة عامة ولا لأ وأشعر مقطعية عشان أشوف الوضع عامل إزاي وهل أخش بقى بالعشر أدوية اللي موجودة وطبعا فيه أدوية مش عايز أقول استحدثة بس اكتشفوا ليها تأثير غير البلاكينيل اللي هو كان مشهور سابقا بقى فيه أنواع أخرى مش عايز أقول عنها على أن برضو هتبقى داخلة في البروتوكولات اللي ناس بتبعتها البعض يعني فمهم طبعا أن الواحد لا يبقاش فيه زعر وعشان كده أنا بقول أو قلت في الأول نحن العشر داي وده ربع ساعة هنقول رسالة طمأنة ورسالة هدي الناس لأن كويس جدا أن الواحد يبقى مناعته قوية طول ما هو مطمئن وهادي بس مش متراخي يعني مش عايزين نتراخة يعني لا نهون زي ما بيقولوا ولا نهول يعني ما نكبرش الموضوع مناعت الشخص طبعا بتزيد بالفيتامينز بصفة عامة فيتامين طبعا كل الناس عارفة فيتامين سي وفيتامين دي وزينك طيب أنا بس عندي كان الحياة مجموعة من ده الأسئلة يعني اللي جاله كورونا قبل كده احتمالية صابته طبعا ده بيتقال من خلال وجود مرضى عند السيادتك في العيادة كم واحد جالهم وجالهم تاني تقريبا لنسبة ما فيش نسب بس النسب في العالم من 10-15% ممكن الشخص اللي جاله يرجع له تاني وعشان كده اللقاح او التطعيم لازم يتاخد او الشخص اللي جاله قبل كده وفريق من بقاله 3 شهور ممكن ياخد او لازم ياخد اللقاح حتى كمان فيه نسبة طبعا موجودة من الناس اللي اصيبت ممكن يجي لها تاني بس مش كل الناس يعني فيه لان زي ما قلنا فيه تحور او تغير او الفيروس بيتغير فممكن يصيب الانسان الذي يصيب قبل كده بشكل اخر يعني هو البعض في النقطة بيقول ان الانسان اللي اصيب بكورونا فابتدى الجسم اصلا يكون اكسام مضادة فبالتالي هو نفس الدور اللي بيقوم به لقاح هل الكلام ده صحيح ده طلعت مش هتبقى طول العمر زي مثلا الحصبة الحصبة فيها القصية دي هم دلوقتي كل العلماء والابحاث بتقول انه هو هيبقى زيه زي الانفلونزا ممكن يجي لانفلونزا ممكن يجي لبعدها باسبوعين تاني انفلونزا ممكن يجي لبعدها باسبوعين تاني يعني لانه فيه انواع مختلفة من الانفلونزا نفس القصة في كورونا فيه سلالات مختلفة هو سارس كوفتو او اسمه سارس كوفتو بس مغير زي ما قلت كده جزء فيه فبقت سلالة مختلفة وعشان كده ممكن تلاقي حد في البلد نفسها مصاب بطريقة كبيرة نتيجة لمنعته هو وسنه ممكن وعنده امراض ولا لأة وعنده امراض ولا لأة بالزبط ولوجود السلالات المختلفة انها موجودة وطبعا حتى وزير التعليم العالي وناس متحدثين من اللجنة الفيروسات قالوا ان السلالات كلها او بعضها موجود فعلا مش بس سلالة انجلترا او جنوب شرق او جنوب افريقيا لان ده طبيعي معهم مفيش بلد مقفولة على نفسها شحية فلازم يفيه كل الانواع موجودة اهمية اللقاحات يعني برضو مصر وفقت او الهيئة المصرية وفقت على قاح سيليوم فارما عايزين نتكلم عن اهمية اللقاح يعني فيه يعني تقوله ازاي للمصريين هو بالتأكيد اللي خد الفيروس او جاله الفيروس قبل كده او ما جالوش افضل شيء يعني حتى نسبة نجاحه ما هياش مية في المية اه او نسبة المناعة اللي بياخدها الشخص بعد مش مية في المية بس حتى لو 85 في المية افضل من انا خش في مسألة حسابات حيجي للفيروس وانهي سلالة وحطعب ازاي وحروح فين وحقود الدوخة للناس دايخاها في التفكير وطبعا برضو حاجة مهمة ما عادش فيه واقي سن يعني ما عادش يعني السن الصغير والكبير مش فرقة حيجيلي انا بشكل عامل زي ما عرفش يعني كل واحد معرض لكل احتمالات الفيروس وللمضاعفات فاللقاح هو الحل واللقاح الصيني يمكن هي مصر طبعا تعقدت وخلاص اجازت بشكل طارق موضوع اللقاح الصيني لانه هو تجرب على مصريين او يعني جزء من الدراسة كانت معمولة في المصريين وجايب نتائج 85% تقريبا ومعمول بطريقة التقليدية اللي هي الكلاسيكية في اي تطعيم ميت او معالج بطريقة معالج بحيث انه يبقى ميت فلما يخش الجسم ينتج اجسام مضاده الحاجة المهمة انه تخزينه سهل لا فيش فيه مشكلة برضو وبالتأكيد المناع اللي بيحصل عليها الشخص بسبب اللقاح هتبقى من 3 شهور ل 6 شهور وبعد كده ممكن طبعا يبقى فيه تواجد لانه فيه لقاحات اخرى الدولة المصرية برضو تعاقدت على لقاح استرا وفيه مفوضات مع فايزر لان لا يمكن لأي دولة في العالم وبالذات بلد زي بلدنا تعتمد على مصدر واحد تعتمد على مصدر وحتلقى حتى كمان عشان كده فيه خبر بيقولك ده الصين بتستورد لقاح فايزر ازاي هم بيدون اللقاح التاني طبيعي كل الدول هتاخد من بعضها واول دولتين خدوا لقاح فايزر هم انجلترا اللي هي يعني هو لقاح امريكي المفروض شح فخدتوا انجلترا وابتدوا جونسون النهاردة اعلن عن الجدول الزمني للقاحات انه هيبقى للاطباء الاول وبعد كده مرضى الامراض المزمنة بعد ذلك ثم باقي الشعب لازم يتطعم حوالي 70% من الشعب وإلا حتستمر الموجة وتكمل في موجة ثانية وثالثة ويفضل معانا الفيروس لعشرين اتنين وعشرين وما بعد ذلك فلازم اللقاح مهم جدا احنا دلوقتي يعني عدد الاصابات احنا في الزروة ولا دخلين على الزروة ولا الحالات هديت ولا المستشفيات هديت ولا سيادتك في الاعادة الدنيا هديت يعني يقول لنا طيب في العالم كله مفيش ارقام واضحة او حقيقية لان اللي بيتعب هو اللي بيروح للمستشفيات ف يعني يعني الارقام اللي معلنة هي طبعا في اكتر من عشر اضعافها موجودة وده طبعا شايفين وإحنا لكن انتو كتا كتا دكتور بتحسوا بالامر في العيادات في المستشفيات من عشان كتا وحتى كمان لجنة الفيروسات ولجنة العليا للكورونا قالوا هذا الكلام كلم ده معروف فموجودة وإحنا الظروة دي هتفضل اسابيع يعني احنا المتوقع ان احنا نفضل شهر يناير وجزء من فبراير في الارتفاع احنا بقنا 3-4 ايام في انخفاض خفيف في الارقام المعلنة لكن في الهيادات يا دكتور انتو حسنها اه اه احسنين ان الحالات يعني كان بيجيلك 30 بقى يجيلك 25 بس مش سابتة بمعنى ان هو مش هيفضل ثابت وينزل مش معنى كده ممكن بكرة هنلاقي 1400 و1500 لكن ممكن ينزل ده احتمال وارد لا لا احنا العدد يعني التوالي في الاصابات يعني ان شخص يعدي اسرته والاسرة تعدي اخرين وكلام ده هيبقى موجود وخاصة ان ما فيش اغلاق كامل وما فيش دولة هتعمل حتى اغلاق كامل فحتلاقي العدد بتزيد لحد اخر شهر يناير وجزء من اول فبراير بس زي ما بقول الاعراض ما هيش كبيرة ناس كتيرة بيجي لها بس من غير اعراض او واجع في الزهور خفيف فالاحسن والاهم ان انا ما يجريش كورونا بالمسكات طبعا وبالتباعد مش لازم اروح اي مكان مزدحم مالوش لازم ان انا نروحه نورتين يا دكتور ربنا يخليك كل هذه المعلومات القيمة اشكرك الدكتور وائل صفوت استشاري البطن رئيس مجلس امناء مؤسسة صحة مصر شكرا جزيلا شهدين الكرام هنروح لمجز الانباء بعد شوية وكمان بعد مجز الانباء هيكون عندنا حوار ثاني ابقوا معنا